طب بالنسبة بقى الكواليس أسئة أيمن التعديلات والقرارات دي ايه كواليسها يعني كان فيه إجراء بقى حوار مجتمعي كان فيه اتخاذ أراء لخبراء لأن البعض يعني من الجمهور العادي كانوا نايمين صحوا لقوا كده فما يعرفوش ان كان فيه كواليس بسؤال حضراك هي هو فيه استراتيجية لوزنة البقاء والتعليم ومزومة التعليم كما بدأت في 2018 وفق استراتيجية موضعها الخطة بسقط من الاستراتيجية يعني أنا مش بطبق حاجة تسعى منهم تلاقي حاجة لدينا تطبقوا كلام ده أنا بشوف ما يتم دراسته أنا بكلم على كجمهور العادي جمهور العادي أنا يعني ايه أنا مقدرش قبل الدراسة بشهرين يعني وزير أول من السيد معامل العطيف في ميسيك الوزارة قال أنا عند أربع مشاكل أساسية عودوا الطلاب كسافة مدرسين سانوية عامة الناس قالت ايه الوزير بيقول كلام ماشي وبيقول أنا هحلها قبل بداية العمل من دراسة جديد طبعا دية هي ريسكة يعني مخاطرة انت بتقول في خلال شهرين معضلة كبيرة معضلة فالناس ما كانتش هو قال أعلن أنه هو هيعدد فالناس قالت ايه ماشي خلاص يعني الطبيعي خلاص هنستنى بقى شهر دراسة وفعلا أعلن يعني وهناك خطة فعلا تم وضعها وفق معايير وأكيد وده اللي حصل بالفعل هناك لقاءات مع تربويين وأكاديميين وأولاء أمور ورجال أعلام تم الجلوس والتشاوء للخروج لهذه الخطة قياس مدى نجاح التقارب في الدول الخارجية سواء فنلندا سنغافورة في دول كثيرة من استفيد منها لكن تطبيقها بناخد الأفضل لنا أو الأنسب أو الأنسب الطالب بيدرس عشر مواد في السنة ولا يدرس سبع مواد ولا خمس مواد يعني أنت بتخفف أول حاجة العب فني أنا اللي بشوف الآن أنت الطالب بيدرس بيعتطرة كبيرة عشر مواد وحصص كتيرة ويدخل من المادة لمادة ودروس كتيرة اقتصاديا على الأسرة لأنه بدي معظم كله بدي في الدروس أما ده بقى كنت أسأل حضرتك تب تخفيف العب على الطلاب وابتدينها تمام نفهم يعني طيب تخفيف العب على أولئة الأمور من أين يجيها ماديا طبعا النحل ماديا طبعا يعني فكرة السناتر أنا ضد السناتر عموما يعني أنا أبقى معها في حالة واحدة لو المدرس اللي بيدرس في السنتر هو ابن المؤسسة التعليمية ولكن لا لسا ابن المؤسسة التعليمية يعني كل ما يصار حاليا وكل هذه الدقة عشان السناتر والسناتر والمدرسين الظلموا والمدرسين مش ألاقوا بس هم عملوا أن لازم يكون فيه شهادات إجازة صحيح هذا لم يعني تم الإعلان وكلام ده كل اللي بيدرس في السناتر أقصره ليس ضمن المنظومة تعليمية لكن بياخد شهادات إجازة ما بياخدش لا ما فيش أي شهادات ما فيش أي شهادات كان هناك خطة فعلا أنه يبقى فيه شهادات لأنه ما فيش أي مدرس حاصل على شهادات المدرس اللي بيدرس برا يهموا الناحية المادية وياخد وقت الطالب صباحا دروس في السناتر صباحا في السناتر وليس مساء بديل للمدرسة بديل لا الأساسي المدرسة ولو سنتا الوزارة عملت وأتمنى أنها تستمر التجربة مجموعات الدعم العام الماضي وكانت نكحة جدا وكان هناك أقبال كبير جدا من الطلبة على مجموعات الدعم أنا أتمنى استمرارها وده البديل للسناتر يبقى الطالب موجود في المدرسة أنا بتنطبع من على أبني أنه هو داخل المدرسة الصبح في المدرسة صاحب أدري بيلتزن بياخد مجموعة يرجع يذاكر يبقى المنظومة متكاملة شكرا